هس هنا يقول إذا هاي الراو ماتيريال هايجروسكوبك لا ديليكوسينت باودر منتج توزنها في بيكينج بويتيد شرح يصير بها ميبي أبزورب مويستشور رح تتصر رطوبة منيان من الهواء فشنو ما وزنها شرح يصير هيفر رح يصير أذقل مما أنت متوقع باعتبار فبهاي الحالة أول ما تستلم هاي المواد لازم الويتنج مالتك يصير كوكلي توزنها بسرعة أول ما يوصلي ونعم شنو ترجع سوية الريسال ترجع يعني تستهن وتعوفهن ونعم شنو تقول هاي السولفيت وهاي الهايدرات لازم تخليهن بتي كونتينر محكمة الإغلاق علامة تستيبه تسبب اللاس وبالهما نعم بالنسبة ونعم براجع تقول لك بالحقيقة أنه الكيميكال كل المواد الكيميائية لازم تستعب في تلك كونتينر مش علامة تبقى مغلقة باستثناء الوقت اللي انت توزم دي و هنا يقول لك لازم يكون حسب المؤشر مالدرجة الحرارة اللي انت مؤشره و كذلك لازم 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 لا تعرض لأي رطوبة عالية يعني بين قوسين تلتزم على التعليمات الموجودة لا تعبر هاي الحرارة لا تعبر هاي الرطوبة تذكرون قاعدتنا الشهيرة اللي تقول اي دوة لازم الان ايونايز والان والايونايز الايونايز على ما يطلع الناس اليو بلتي لازم الدوة مالتنا يذوب بالاكويص ميديا مال جسمنا والان ايونايز هو المسؤول عن الابزوبشن مال الدوة خلال السيستيميك ساركوليشن مع الاسف الشديد اي دوة جاي نكتشفه حاليا هو عنده بس ان ايونايز وقليل جدا البورشن مال ايونايز فاش قمنا نسوي قمنا نسوي هاي السالفة اللي هي organic salt consideration قمنا شنسوي الدوة اللي عنده اللي هو weak acid or weak base اللي عنده limit water cellulability قليل انه هو يذوب بالماء قمنا نضيف لسالت هذا السالت قام يسوي انهانس للاكويص سيليو بلتي سوي انكريز للاكويص على سبيل المثال احنا عدنا دوة اسمه salt silk acid salt silk acid بس acid فضفت ويا sodium hydroxide قام يمثل ال base فحصلنا على sodium sulfate sodium salicylate هو salt مال هذا weak acid نفس الشي عدنا دوة اسمه l'ephedrine l'ephedrine اللي شي سامونه هو weak base فضفت له ويا hydrochloride acid صار عندي acid و base يعني سويته على شكل salt وحصلت على l'ephedrine hydrochloride هو هذا اللي نستخدمه تجاريا واللي يعني عنده aquaeus solubility وعنده absorption بنفس الوقت زيان صورة عامة يقلك l'anionized portion هو اللي ينطيك absorption from systemic على موضة systemic effect هاي المعلومة نعرفها فالمهم هاي السالفة نسميها l'bka اللي هي ثابت التفكك اللي هي disassuation connessant هسه شوفو شوفو هذا الدول يقلك l'ephedrine إذا بس l'ephedrine الوحدة فهو active ingredient مالته 100% l'api مالته 100% لكن إذا أجدت وياه hydrochloride تصير not 100% active ingredient المطلوب من يمك أنت كصيدلان اش تعرف هل أنه هذا salt أو base اللي أنت مستعمله يأثر على dose ماله لدراغ لا ما يأثر it's important to know whether or not the dose of drug رح تتغير لا ما رح تتغير من خلال هذا salt أو هذا base اللي أنت خالق هسه أنا أشيقلك أقول لك الغرض الأساسي من salt عنه نتو إنها stability قصدي وهذه القاعدة عرفناها لكن بطريقة شي يسوي يسوي enhanced stability and يسوي لك change other trabed يغير لك صفات أخرى make هذا الإدراغ is easier to handle سهل التلاعب سهل التعامل معه و and manipulate يعني والتلاعب قمنا نسوي تلاعبات أنا منسوي production dosage form و يرجع يقلك ال an ionize هو extract effect in body هو الجزء اللي راح يطلع لك الجزء الفعال من الجسم لأن أي دول ما يصير ب absorption معناته ما راح يشتغل من هو المسؤول عن absorption ال ionize form من هو المسؤول عن cellulability ionize form زيان هسا هنا شي يقلك يقلك أنت مو قلت أنه lpi مو 100% هي active ingredient ومرات يجي وياها salt فهس طلع عنده في موضوع جديد اللي هو اسمه potency designated active pharmaceutical ingredient وهي أنك راح تسوي راح تسوي اسي يعني راح تقيم potency مال دو مالتك بالاعتماد على من بالاعتماد على ingredient الموجودة تمام يعني مؤهسة مثلا خنقل هاي 100% مو موجود منها 70 انت بالاعتماد على هاي 70 راح تقلع potency مو بالاعتماد على انك تقلع 100% تمام يعني تهمل salt اللي انت تقلع وقل لك هاي correct amount ورح تكتب ها label وبال الشهادة مال التحليل اللي يطلع لك فس كانانش يقل لك يقل لك الاب الانتي باياتيك الانت كراين برودك البيوت البيولوجيك هذا قمنا نعبر عن يعني نشوف الpotency بالاعتماد على activity فقمنا نستخدم مصطلح unit of activity لو microgram per milligram واكو هاي standard term measurement تمام هاي قمنا نستخدم ها desired على مدنصف الاب هس عدل القاعدة تركز الان بدأ موضوع جديد وحلو اسمه الدراغ and drug product stability بال pre-formulation study او face عدنا مرحلة اسمها stability study راح ندرس stability مال هاذا الدول ندرس solid state stability كدراغ الوحدة وندرس على شكل solution face stability وندرس stability مال الدراغ وي in the presence of exibient وجود exibient الدراغ العلمود تعرف stability انت لازم تعرف chemical structure هذا الدراغ من تعرف chemical structure مثلا من شفت هذا اول ما شفت او اج راح يجب بالك حيصر oxidation من شفت هاي carbon مثلا من شفت هاي الهنان الاستر راح تفكر انه راح تفكر انه حيضر في يعني يقل لك initial بحوث الاولانية للدراغ انت لازم تعرف chemical structure هذا راح يساعدك على تتوقع البحوث لل ال التحطم اللي راح يصير للدواماتك طبعا ممكن يصير بس 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 يعني انا اضربت الليثان على هذا وهسا شنو هي mechanism of degradation مو احنا قلنا اذا اريد ندرس الاستيبولتي نباوة على كذلك اذا اريد نشوف الدول شلون يصير الاستيبول لازم اصنف المواد كيميكاليا يعني على اساس القروبات مالتها مثلا الكحول الفينول هاي المجموعات كل كل كيميكال غروب عند رياكتيفتي دفرانت سيستيبولتي تختلف بالكيميكال انستيبولتي مقارنة بالغروب الثانية كل كيميكال غروب يصير لها هاي الرياكتيفتي تختلف بالسيستيبولتي يعني بالخضوع مالتها تو كيميكال انستيبول بس ما بدئيا اكثر شيء يصير للدراقات مالتنا موست فريكون ديستريتف اللي راح يدمر الأدوية مالتنا هنه الهيدروليسس والأوكسيديشن اشهر مثال على ذلك هو الاسبرين نعرف الاسبرين بس فتحة يعني طبعا البلعلبة بس فتحة كم يوم راح تلاحظ انه طلعت راحة خال ليش خال؟ لان الاسبرين هو استيل ساسيلك اسيد باستر جتق جزئة ماء صار الهيدروليسسس طاق جزعتين ساسيلك اسيد والموليكولار ما للأستيك اسيد اللي هي اللي راح تطيك ريحات الخلق يعني هسه كل دوة كل الأدوية اللي تحتوي بالستركتر مالتها على استر راح يجي انزايم جسم اسم استريز يكسرها وصير لها عملية هايدروليسسس هسه راح يطيك سؤالي يقولك مين اللي قروبات اللي بيها استر مين اللي صار لها هايدروليسس انت تدلل بيها استر والبيها امايد والبيها لاكتون واللاكتون هذان من اكثر شيء سيستبولتي تو هايدروليتك بروسيسس زين هي شون يعني اسمándشально هي التحلل الماء التحلل الماء الي هي سولفوليسس يعني شنو يعني كفةου سولفنت راح يكسر احنا يعني الادراغ مالتنا راح يصير انتراكشن وهي المي هذا المي ه ه astronomical حتى يكسر هذا insane. اشهر عملية ثانية Mythometer هذه الميمية ي襲 fake اي اوكسچي �avian ان relies Cyulent وي الاكسيجين الموجود بالجو مثال على هاي الأدوية اللي يصرب بها Oxidation الالديهايد والالكحول والفينول والشغر الالكالويد والنساتوريتد الفاتي والأيوم شنو يعني Oxidation تعرفون Oxidation معناته Loss of electron ويصاحبها عملية Reduction اللي هي Gain of electron يا Electron راح تحصر علي اللي خسرته اهنانه تمام فسنان شي يقلك يقلك Oxidation هي Loss of electron من الأتوم لأمن الموليكولر بصوهة عامة وهذا الالكترون المخصول راح تصعر لأكسبتد راح تستقبله اخر أتوم أو موليكولر بعملية تسمى Reduction هسا عبنا يعني هسا بنقول انه صار Oxidation اذا المادة Inorganic Chemistry اذا المادة غير كيميائية معناته راح يصير Positive balance يعني شنو يعني هسا مثلا عندك هاي الأثئي موجب ثنين اذا سوي له Oxidation راح تصصر اسمها فرك الفرك صارت موجب ثلاثة موجب ثلاثة معناته حصلت 1ًا معناته حصلت بوضيف يعني منتخسر الكترونة من الลكترونة، هي درجة متعادلة ولكن تخسر الكترونة من الولكترونتها بصر موجب يجبنا ما نقولاً يجبعلها بموجب ثلاثة وانما تناولهاً قد يصر بالؤize İngresive الموجب ثلاثة Nada نضاق مثال الض M في موجب ثلاثية danger هذا الorganic كمنا نقول الاوكسديشن exceptionally مش الزيف ويصاحبه الموليكولر تحافظتها قام امام اعطائم اولنا اوكسيديشن مو اوكسيديشن مو اوكسيديشن حساعدنا موضوع جديد اسمه الكينتك و من نقول ان هاد دول ستيبل ما يعني stable؟ ما يعني مستقر؟ والshealth life معناتها مدة صلاحيته تعرفون احنا احنا اكيد كل دوا نكتب عليه expiration date شون يعني وورا هذا expiration date شراح يصير للدوا؟ الاستابلتي هو extent to which a product retain with the specific limit معناته الدوا هذا مالتك راح يبقى بنفس the same property وكارس تركتك بنفس الخصائص اللي انت صنعتها بهذات معناته انه الدوا حامل نفس الخصائص والمتطلبات اللي انت خليتها اثناء التصنيع تمام؟ خلال فترة storage وخلال فترة use الدوا مالتك المدى مالتك which a product return راح يبقى محتفظ بالspecific limit خلال فترة storage والاستخدام مالتك بنفس الخصائص اللي انت خليتها اثناء عملية التصنيع زين؟ بصفتك فارماسيس اكو 5 type of stability انت لازم تشوفها اول شي chemical يعني اكيد كل active ingredients retain يعني لازم تحتفظ بالchemical integrity مالتك وبنفس طبعا خلال هاي الفترة with the specific limit يعني مثلا مو انت تروح ورا ال expiration date وانت تقول صار بها انستابلتي لا لا تلتزم بهاي الفترة انه هو يكون عند البوتنسي المحددة ثاني شي physical مظهريا تعرف من توصدك المادة كون ممد غيره بها هاي الصفات اللي هي هنه ال original physical الاشياء اللي نشوفها ال appearance المطارية البالتابولتي البالتابولتي الطعام مالتها التوحد سواء اذا حبايات او شكليا او لونيا او هاي لازم متوحدة التسليوشن مالتها و السيستابولتي لازم ريتينت يعني لازم محتفظة بيهن شقدنا هسه المايكروبيولوجيك تعرفون كل موادنة لازم استرايل كل اللي يجيب بالك او لا resistant to microbial growth مثل جماعة ال iv وال a drop لازم resistant to microbial growth اكيد خلال هذا ال specific من خلال specific requirement انت سويه وال antimicrobial agent اللي انتخى الهوية دوامالتك كون محتفظة بالثيكيسي مالتها within the specific limit بها الفترة therapeutic الدوامالتك لا يعبر c max ولا يصر جوة c minimum لازم هنا يصر بال therapeutic range تمام على مود انطيني خلال هاي الفترة بممد غيره therapeutic method toxology لازم دوام تظهر علي اي toxic ما تظهر علي الاشياء اللي يسوي toxic زيب انت كpharmacist لمن تدرس او لمن شوف chemical stability لازم تراعت للشغلات اول شغلة selection storage condition cool temperature light والhumidity يعني من توصلك المادة شوف هذان الشغلات التلاثة يعني احتوال المادة الفاني لان انت خلق لان مثلا بالخزن خلينها بحرارة زيادة عن اللزوم مو الخلل بالمادة وانما الخلل بطريقة التخزين يعني انت لازم تلاحظ selection storage condition بعد الشغلة الثانية selection container انت تغيير انت لازم تتوقع الرياكشن بوضع اللي راح يصير ويا هذا الميكس ما الجنز سواء الادراك ويا الاشياء اللي لا الادراك وايا كما جنز استغلت ويا الوضع احب هسه شي قلك اذا تريد تدرس الاستيبولتي والاكسباريشن ديت انت لازم تعرف مصطلح اسمه الرياكشن كاينتك الرياكشن كاينتك شن يعني للحركة هاي استدي تدرس لك ذر يعني احنا صار اشلون نحدد انه المادة هذا الاكسباريشن ديت مالته عام شام نقول مثلا خمس سنوات لا ندرس الكيميكل استيبولتي والاكسباريشن ديت بشي اسمه الرياكشن كاينتك شن يعني الحركة التفاعلية وهي شي هو ذا السدي او ذا ريت اوف كيميكال تشينج يدرس لك شلون المادة كيمياء هاي المادة مالتك هتتغير كيميائيا مو بس هيش هيش ذوي الطريقة ذات ذا ريت از ان فيلوانس والطريقة التي يتغير بها اللي هي مثلها شن الاشياء اللي تغير الكيميكال رياكشن مالتك الكونستريشن اوف رياكت تفاعلات المواد البرودكت المواد مالتك الاثر كيميكال سبيشيز الموجودة السولفنت البراشر والتيمرتشر تمام عدنا شي اسمه الكاينتك رياكشن هو اللي على اساسه انا رح اطلع تاريخ صلاحية الادوية حسنا انا شي يقول لك يقول لك انت اذا تريد تدرس الكيميكال ستيبلتي بالفارماسيوتكم لازم تعرف مصطلحين المصطلح الاول اسمه الرياكشن اورتر والمصطلح الثاني رياكشن رايت خلينا نقرر الرياكشن رايت رياكشن رايت يقول لك از ذا رياكشن رايت يوصف لك ديسكريبشن شنوه الادراج كونسيتريشن ومثل وياه تايم تمام ديسكريبشن اوف ادراج كونسيتريشن والذا برسنت ذا تايم واشهر الثانيين زيرو اوردر والفيرست اوردر هالنزلنا اللي نستخدمها بالفارماسيس في حين المصطلح الثاني اللي هو الرياكشن اوردر اروح لصبورة السحرية لا لا شباب هذا للفهم مو تحفظون المعادلة بهي جميلة بزيادة عدنا شي اسمه اللي هو الرياكشن اوردر رح يجيك سؤالي قلع لي الاوفر اول اوردر شا ساووا بالاوفر اول اوردر بس تجمع الاسس بس الاكسبونيت تجمع تقول ليابا تساوي من ام زائد هل يطلع الاوفر اول تمام هاي المعادلة وبعدش عندنا معادلة ثانية اللي هي اني يسمونها الانتفيشولايز تعرفون بالزيرو اوردر ما نهتمد على الكونستريشن فهاي هنا ماكو اسس فهاي المعادلة ش راح تمثلك راح تمثلك بس الكونستريشن العادي نقرأ لسايد يابا تفهمونا عدنا رياكشن اوردر هذا شين هو اذا يطلع لك اول اوردر انت راح تسوي راح تجمع الاسس الموجودة مال من هو الاسس مال الكونستريشن رايت مال الكونستريشن تيارب يمثل ان الرياكت الوحدة اللي هو يعني الوحدة الوحدة من دون الاسس مال تحت تصفر فهو الرقم حيضا للوحدة تمام شباب يعني لا يخفى عليكم انه زيرو اوردر هي المواد اللي الالمينيشن مالتها independent on concentration of react ما يعتمد على الكونستريشن وانما اللي شوفها تجينا مسائل اللي يميز زيرو اوردر اشلون تعرف ان المسألة تترحل بزيرو اوردر انو ديها ثلاث وحدات وملي جرام ملي وعور تمام هذا اللي يميز زيرو اوردر عن الفيرست اوردر الوحدات مالتها اذا ما ذكر بالسؤال هذه الشرح مالتها مو معادل هذا السالب معناها شنو معناها ليش غالي نسالب لان ما راح يصير decrease بالconcentration يعني الconcentration ما احنا ما نحتمد عليه فما راح يصير بدي decrease بالconcentration هاي الDC على DT يعني الconcentration يتوثل بالtime يعني لما الconcent يعني انو احنا لما حنعتمد على الtime وما راح نعتمد على الconcentration هذا كله راح يمثلك الكي صفر الكي صفر هنا يقول لك انو هي يتمثلك zero order rate constant هاي المعادلة ما نستخدمها نستخدم هاي المور useful equation هاي هذا السي اللي انت تريد تطلعه هذا السالب دائما نتكتبه هاي الكي هو راح يقول لك الinimination rate constant هاي الtime اللي ينطيكها بسؤال يقول لك يعني يا باردي concentration ما انت مثلا ورا السبع تيام يعني هذا الtime ينطيكها بسؤال هاي الconcentration of initial drug هاي اتمثلك الconcentration اللي ينطيب السؤال اول ما تبدو بسؤال يقول لك يا بتركيز الشي هالقد هاي هاي اللي يتمثلها زيل يقول لك الوحدات مال zero rate constant انه هي ثلاثة تربل مور واللتر والsecond او ميلي جرام ميلي منت لازم ثلاثية بالfirst order الكي سواء الكي الميش ريت كونستنت لو الكي نوت الصير ات سالب واحد هاي بالfirst order يعني مو ثلاثة وحدات وانما صير وحدة هس هنا انا شي يقول لك يقول لك انه اكو علاقة اللي هو هذا القانون شوه التي هالف لايف يساوي لك نصف بس كتبوه لك واحد على اثنين في c initial على الكي الميش ريت كونستنت تمام اذا طرديا يتناسب وياما وي منو هذا التي هالف لايف يتناسب طرديا وي الكنس ويتناسب عكسيا وياما وي الشي يسمونه الاني الميش ريت كونستنت ميش يا راتف هتشوفوا هاي المسألة يقول لك بالمناسبة وملاحظة مهمة اذا ذكر في السؤال انو دوو مالتك ساسبينشن غصبا ما عليك تمشي بالزيرو أوردر سواء ذكرها بالسؤال لا ما ذكرها واذا ذكر انو دوو مالتك هو سيليوشن فلازم تتبع قاعدة الفيرست أوردر تمام سواء ذكر هاي المعلومة او مذكر انت تمشي هيجي فس هاي المسألة يقول لك انو دوو ساسبينشن اول ما قرأت انو هو ساسبينشن يخطر بالك انو راح نحل بمعادلة زيرو أوردر تمام وهالمرة قلاء لك يعني انو راح نحله بزيرو أوردر بس ما راح ينطاكيها بالامتحان انت لازم تعرف اي ساسبينشن انحله بزيرو أوردر يعني هاي الرقم للطاك يا اول شي شي يمثل الكونستراتيشن هذا يمثل الكونستراتيشن وانطاك اللي يسمونه الرياكشن رايت كونستن الطاك الكي نوت مش قيد صفر بوينت خمسة وشي يقلك يقلك اري دي كونستراتيشن اف انتاك تدراج وراء ثلاثة ايام والتي هاف لايف نحلة بالصبورة اول شي تكتب قانون هذا اللي هو اللي شي سمونا نسي يعني يكتب لقانون كونستراتيشن هاي انت عرفتين هاي الطاكيها بس المشكلة هاي التي الطاكيها وراء ثلاثة ايام زين احنا قانون الوحدات مالتنا بالأور يعني الايام راح تضربها تحولها الى ساعات فتضربها فيش قيد تضربها في اربعة وعشرين ثلاثة في اربعة وعشرين راح نعبر عنها بثين وسبعين بالمسألة تمام هاي التبع تطبيعون طريقة الكتاب بس انا اتبع هاي الطريقة اسهل بالحل انه اجيب الجزء الموجب اخليه بالبداية والجزء السالب اوديه نانئ تمام فتبدأ تبدي بس تطبرك بس تنزل الأرقام ويطلع لك هذا الحل الصحيح طلعنا من هو طلعنا السي شي يريد ريد اتهال عبر بهاي الطريقة حتى ما تغلط وعوض الأرقام هاي الانياشل تطعكيها بالسؤال هاي همالطاكيها بالسؤال اضرب اطرح يطلع لك اتهال تطلع بالساعات بس الكون يطلع بالميلي جرام بير ميلي الساعة الـ اختصرناها وي مالعة 72 تمام وشوفوا طريقة الكتاب حلوة واضحة بس هنا شوفوا الفرق بس هنا انا شويت هذا مو جزء سالب نقلته بالمعادلة هنا والجزء الموجب خليته بالبداية هنا حتى يستطرح مناسب ويطلع نفس الحلو هاي انا شي يقول لك يقول لك the how long اش قد الوقت اللي يخلي هذا الساسبانشن يصل الى 90 من الكونسيطريشن الاصلي مالته هس الكونسيطريشن الاصلي مالته طبق كاب السؤال وقل لك 125 تمام هالمرة يريد how long يريد time فالوحية رح تطلع لك شنو بالأور المهم الورجينال الكونسيطريشن شقاة 125 هو يريده يصل الى 90 كذ الموبايل جيب التسعين ويب المية مالته تضربها في 125 رح تطلع لك قدركم هسا تجي تكتب هاي المعادلة اللي هي time شي ساوي الكونسيطريشن اللي هو يريده يعني مو يريد يصل الى 70 ممكن يريده يصل الى 60 بكيفة اللي طلعته نانا تخلي اول شي ناقص من هو ناقص الانيشن الكونسيطريشن اللي هي هاذا اللي قدت يها بالسؤال على من هو لازم تخلي هاي السالب لان هذا الرقم نسوق هم يطلع لك بالسالب والسالب والسالب يختصرا وهاي الكي يتمثل لك الان الان شسمونا ال و تطلع لك هذا مثال على زيرو قوردر هسا هذا السلايد قبل المسألين نسيت اشرحها يجيلك انه لا معنى له انه على مود نوصف الوقت على مود كل المتيرال في المتيرال الرياكشن دي كومبزيشن يصير بيها تحطم لان هذا الشي لا نهاية له وانما لما نريد هسا نعبر عن التايم يعني لما نريد نوصف الرياكشن راح نستخدم نول كي نول هالف لايف هذا يحكي على زيرو أوردر يقول انه احنا ما راح نحسب يعني الوقت اذا نريد نوصف الوقت نحسب لكل المادة لان هذا الشي انفينيتي شي لا نهاية له وانما راح نحسب الكي والتي هالف لايف بالمناسبة انتبهوا وفرقوا كل زيان الوحدات مال زيرو والقواني انتي هالف لايف مال زيرو مقارنة بالفيرست هلسهاش عدنا عدنا الفيرست أوردر قبل شويش قلت هنانا قلت انه الالمينيش هي هنانا الالمينيشن أوف دراج لا غلط قصد اللوز أوف دراج سواء بالزيرو أوردر لو بالفيرست أوردر خسراننا للدراج سواء هو بالالمينيشن سواء انه مثلا بالميطاب والنظب ما أدري ما أدري انه هي أي لوس أوف دراج مو فقط اعتذروا صحوا اي شيء يعتمد على الكنسطراتيشن يعني وجود الوقت هذا نسميه الوحدة ماته هي يعني يعني تكتب هنا الماثماتيكل هاي الرياضيات ماته شوفوا نفس الشيء هم من سالب سي di dc لكن المدرة مثل الكنسطراتيشن اذا سوف تبحث ��게 سيط لازم وقف الصف TONER المصدر منهاrone المنiant علي القصة لازم الإصطة و نفس الشيء هنا يطلع عن الثلاث نفس الرقم هذا اللين سي هذا اللي انت تريد تطلعه هذا السالب تكتبه هاي الكيمال منو الكيمال الشي يسمونه الريت كونستنت بس ما الفيرست أوردر اللي عادة الوحدة مالتها عادة بها سالب يعني مثلا هو ما راح يقول لك سفر بوين صفر 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 ستة مثلا على دي من شفت انه الوحدة بيعني وحدة وحدة اليونت وحدة راح تقول علي هذا فيرست أوردر ومثل زيرو تلاثة تمام التى يعني التى اكيد يعني التى نفسه تايم نفسه اللي هو راح يقول لك انا اريده مثلا ورا شهرين يعني هو هذا الوقت اللي هو يحدد لك يا السي للصفر هذا النيشن كونستريشن وشلو نطلع التى هاتلايب ما تكن احنا حاضينا سفر بوين ستة تسعة ثلاثة على الكي تمام هذا انتي هاتلايب مع الفيرست أوردر وللتذكير اذا يذكر بالمسألة سيليوشن يعني المسألة تحل بالفيرست أوردر مهما كانت تمام؟ هسنان اشي يقول لك انه سهلة تحسبها ليش؟ يقول لك اذا طلعت لك السي ماتك خمسين في حين السي الكنستريشن الانيشيال كان مية اشتتوقع؟ اتقول لاني راح اتوقع جاي يصير دكريز بالكونستريشن بالنسبة خمسين بالمية لانه كان خمسين قصدي صار خمسين هو كان مية يعني اكيد جاي يخسر نص جاي يخسر نصة فجاي يصير خمسين بالمية هذا يقول لك شون يعني معبر عن الفيرست أوردر سهلة انه مثلا اذا كانت هي خمسين يعني هو كان ألف الدول كونستريشن مالتك صار خمسمية شتتوقع؟ اقول لان توقع جاي يصير كونستريشن الى النصف مالتك الى خمسين بالمية اقرو هاي المسألة خنحلها سويا الابثال مكسليوشن من كلمة سليوشن يعني شنو شباب؟ يعني راح احلها بالفيرست أوردر مدرياتك دراج خمسة بالمية قصدها هاي الخمسة مليجرام بير مل شو تمثلك؟ اقول لك الدراج هلقت يعني الكونستريشن انيشل هي خمسة اقول لك هو بالفيرست order degradation سوما راح يقول لك ايها بالامتحان with a right of هذا الright مدام شفت الوحدة هو كاتبها كاتبها 0.005 على day انت بالامتحان احنا ما راح نحبها نكتبها 0.005 على شنوه؟ نكتبها هاي day سالب واحد هاي متعلمين بال tdn تمام؟ فالفكرة طاك الكي يقول لك how much the drug will remain يعني شي ريد يريد السيد جديدة after 120 day رأسا راح تبقى على الوحدات الوحدات هنا بدي وهنا بالكي هم بدي يعني داعي تسوي تحويب الوحدات؟ لا طبعا مداعي لوحدات شبيهة؟ مش شافة راد السيء وبعد يريد الهالسلايف سهلا راح ناخذ قانون الليل بس مجرد تطبيق مباشر حتى الارقام ما تسهلة يطلع لك الليل من الليل قلعتها سيدنا ما يقول لك؟ يقول لك انه هذا الادراق هذا اللي يستوي كيف يحتاج وقت؟ حتى التحبيم ماته يصير الى 90% من الارقام من التركيز الاصلي نفس الفكرة مالهادة هو موري 90%؟ فأجيب له هاي التسعين اقل له ايا اما تكتبها تسعين على مية ايا اما بالحاسبة تكتب 90% اش قد الارقام كنا طلعناها بالسؤال هي خمسة سيطلع لك فدركه اللي هو سيطلع لك هذا 4.5 مليدرام بيرمل ترجع تكتب قانونك اللي هو ما للوقت المتبقي اقصد ما للوقت اللي تحتاجه تقل له تي تساوينا لنا سي اللي هستوق طلعتها ناقص لل وعادة هذا الرقم الفوق رح يطلع لك بالسالب تختص روية السالب الجوة ما للكي والكي هو همضت اياها بالسؤال وتطلع لك طبعا ستطلع 0.12.7 اعتمدوا على هذا اعتمدوا على الرقم بعدين اهم شي ما نحول وحدات واهم شي نعرف يا مسألة يعني نحول له ما نحول وحدات ونعرف يا مسألة ما نختار على متنحل اشتركوا في القناة